بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزاني يا جماعة مادياً متشحول. لا 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 متشحول. لا 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 مادياً لا واضح ان الحالة المادية ما اثار عليكو جامد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربك رودي تصدقه. تسلمي يا همسات تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد. لا رزقه حاسس انه رزقه مش كفاية. بتعبان من لاحية المادية. شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ويبتاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون في عمكو ربنا يكون في عمكو لو الكروت دي مزبوطة. شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين. الميزان شايف شريكو زي ما تقوله اتكشف على حياته. فاهمين قصدي? او الله يا مسحول. واضح. اتكشف على حياته. يعني زي ما تقوله موقفش جنبه ما زندوش كويس. اه ما استوعبهوش. في حاجة حصلت يعني الميزان حاسس ان هو. اه. الطاقة ما بينكم فيها ايه? الطاقة فيها شغل جديد. مش عارفة ايه اللي مجايبها في علاقة عاطفية. اما. فيها حاجة بتتصلح. في حاجة هتحصل. اه. في وضع غلط بيصلح. تمام? زي ما انتم شايفين. ما يسكشفوش وبيصلح. اه. اه. صح? اه. شريكك عايز فلوس. عايز فلوس. عايز حالة مادية مش بس اه. اه. مستقرة. لا 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 ده عايز سراء. يعني هو ضغط عليك ضغطة جندا جدا. خلينا نقلب الاية. انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هاي اللي بتشتغل مش هاي اللي بتسابورت. فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها في طاقة جديدة. ما بتنامش من كتر التفكير. ما بتنامش من كتر القلق. حاسة انها اه شركة هبان على حقاقته. اه. الطاقة ما بينكم فيها حاجة بتتصلح فيها حاجة بتتغير. اه شريكك عايز ايه? عايز يعني ياخد كل حاجة منك يعني عايز كتير. عايز كتير. طلباته كتير. والديمانز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان? عايز يعتمد على نفسه. واضح ان انت مش عارف تلبي. فابتدا يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفوا انت ما كانش عندك مشكلة انه هو يبقى حطت عليك الضغط ده كله. وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى ان هو يبعد او ان هو يستغنى عنك. او بيحاول يستغنى عنك. ساعات هتكشف على حقاقته. شايفك ازاي شريكك شايفك ازاي? شايفك حطت هدف. شايفك حطت هدف ورايح عليه. والهدف ده. انت عايز تروح للامان يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن فهو فعلا عايز ده زيك يعني. ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد او او ليه مزعل الميزان بالشكل ده. بصوا بقى اللي جاي. بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزاني. الامور لو تصلحت ان شاء الله تتصلح. بصوا بازن الله جاي لكم فلوس. في تطور في الحالة المادية. كويس? هيرجع او هي يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي? هل يا ميزان انت هتقبله? خلي بالك انه هو موقفش جنبك كما يجب. انت حسيت انه هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة. او انت اضرب بس انا شايفة ان انتوا هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله بازن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا. يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا. وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة. العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب. حلله بس نقف معي حتة حت. مش عارفة ليه جايلي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته وقفة معيك على الحالة المادية. لو انت حسيت منه ان هو موقفش جنبك كما يجب. اوكي? يعني انا نصيحتي لك سيباك بقى متروه خالص. بليس ما تقبلوش. بليس ما تعملش الصلح ده. اوكي? امين يا رب تسلم يا عبدالله. بشكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوق تفاهم. وحاجة برا الموضوع ده خالص. طبعا ربنا يوفقك ويتمملكه على الف خير. هلخص القرية بسرعة. الميزان عايز باب رزق جديد. رزقه حاس ان هو مش كفاية. عنده مشاكل واضطرابات نفسية جديدة جدا ما اثر على نومه. وقربت الاصر على صحته. كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده هتتدهور. بالراحة على نفسك شوية. شايفش ليكو ازاي? حاجة كانت مصدورة وانكشفت. او مش مدي لك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور. فيها تطور. فيها حاجة بتتصلح. اوكي? اه شريكك عايز ايه? عايز حالة من الامان او الصراء المادي. عايز يعتمد على نفسه في هذا الموضوع. مينا انا مشاكل انت بنت ولا ولد. اه بصي حبيبتي. الرسالة دي طويلة جدا. اعمليها copy وبعتها للصفحة. وهحاول ارد عليك. والكلام دل مينا بس يا جماعة. انا هنوه عن موضوع ده بعد القراءة. اه شريكك شايفك ازاي الميزان? انت عايز تروح لبر امام. انت وبتسعى. شايفك بتسعى. يعني مش وقف مكانك. وحدة كويسة قوي قوي قوي. شايفة قدامي ان شاء الله بازن الله حالة ما اديها هتطور. تطور جامد. مش واحش خالص يعني. اه وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفة بعدين كمان مسيرة طويلة جدا جدا بازن الله. وقوة. علاقة قوية ان شاء الله. اه ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفة بعد ومش شايفة في رأي ميزان. يمكن يكون في اه عقبة او يعني مطبه. عين كده بس انك مطب صغير. اه يمكن يكون شريكك اه تعب من الانتظار اه من الظروف هو كمان. مش عايزة برضو يسيء ازضن بشريكك. ممكن يكون فعلا اه تعب من حاجة معينة اه وتقطو قرار بتخلص. فان شاء الله هيجد جديد بازن الله هيجد جديد في العلاقة وبازن الله علاقة تتحسن. طيب. سؤالها في سفر ولا لا للأسف مش شايفة سفر. الشهر ده مش في العموم. مش شايفة مش شايفة سفر. انا شايفة قدامي ان هي بحرب شديدة. وربنا يكون فعنا كالصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك. ربنا يعينك. حالم الضهورة خالص خالص وحرب شكلها مهزوم. لكن وقفة بمنتهى السبات وبتحاول تباين ان هي ولا فرق معها. برضو فيه هروب من مواجهة. لان لواجهة شكلها ايه? حتتبح بقى. بس دي ماسكة سيف. وحطير بقى. حطير رئيب. متجوزة. طب في اي حاجة حصلت من ناحية الزوج لانه شايفة الدنيا نيلا خالص. شايفة خسارة حصلت اما خسارة مادية او خسارة شخص. آآ شايفة قدامي حسد شديد او سحر تفارة الشيطان كان بقى له كتير مطلعش مش عارفة ليه طلع. او خلص انتو الاتنين ردتو علي طب متجوزة طب في اي حاجة تانية? او بصي اللي انا شايفة يا حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا. انا مش عارفة تشتغلي او لا لأ لكن صح قلبك يا بليل. آآ يمكن تكون. يمكن هتبتدي شغل جديد. انا شايفة ان انت بتعتمدي على نفسك ماديا. وانا اقايت برافو برافو برافو. شايفة قدامي انهيار طب الحمد لله. خلاص بسم الله ما شاء الله عليك يكملك بعقلك. شطورة. بصي بقى حبيبتي. يبقى ان شاء الله الكارت ده احتفال. واحتفال بدا. انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا. او آآ في حاجة عندك هتحصل في في المادة. لكن التطور المادي بطيء يا جيم. التطور المادي بطيء. حاولوا انك يعني تقتصدوا شوية وتصرفوا في الحاجات المعقولة. وخلي بالك مجدرة الحسد ده عندكو حسد. لكن ما شاء الله عليك انت مواقم يعني. بصي ده. آآ قوية ما شاء الله وقفة بثبات. وآآ عندك توازن. ما شاء الله عليكي. وشايفة اهو. ده الشريك الحمد لله بما ان العلاقة كويسة. شايفة الشريك بيقدم لك حاجة حلوة. ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده. حاجة حلوة جدا جدا. يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص. فيه شخص عندك هيبنع على الحقيقته لاني الشايفة خطارة. بتحسي بخطارة. بس بس ما تزعليش ما يستهلش يعني منك انك تزعليه خالص. عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله. اكتمال دا ارة. الكارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل الارايات. وظهرت برضه في الاراية الخاصة. الميزان مدقن لعمله جدا. انت مدقنه لاي ان كان اللي انت بتعملي. بس سؤالك حبيبتي اذا فيه سفر. انا شايف احتفال. احتفال. لكن يمكن يكون ده. يمكن يكون الصفر. لو انت حاجة اخذت بالنسبة لها خطوات ومستنية التنفيذ. يمكن ان شاء الله تجي لك مسلا موافقة تبتدي خطوات فيها. انما الصفر بالفعل يمكن يكون مسلا الشهر اللي جاي. عموما اتمنى لك التوفيق وقريتك برضو حلوة. حلوة قوي قوي.